التكوين المستمر وتشغيل الشباب في المغرب هو موضوع ورشة نظمة اليوم باريبوت بكلية علوم التربية وتهدف إلى تدارس السبل والوسائل الكفيلة بالنهوض بتشغيل الشباب في كل بلد أولوية الأولويات هي تشغيل الشباب ومعروف أن فيضل الأزمة لا بد من ابتكار أساليب جديدة لحل هذه المعضلة التي يعاني منها العالم كله والمغرب كذلك يعاني من هذه الإشكالية إذن أتمنى إن شاء الله أن نخرج بتوصيات قد تساعد على نقص من هذه المعضلة هذه الورشة اليوم هي ترجمة لانخراط كل فاعلين يعني أساتداء مجتمع مدني لكي يشتغل مع الحكومة في هذا الورش الذي هو ورش مجتمعي وورش له علاقة بمستقبل الشباب وبمستقبل كذلك البلاد وقد تم خلال هذه الورشة تقييم وضع تشغيل الشباب في المغرب والوقوف عند العراقيل التي تحول دون تشغيل من خلال وضع حصيلة موضوعية لسياسة التشغيل وأشكال الحكامة الخاصة بسوق الشغل البيتكال من هذا الورش هو أن نحن تحصل مع المعضل ومع المعضلات الوحشية والمعضلات لتحصل مع أمورات مقالية ومع أفضلات موضوعية عن تحضير هذه الورشة عن التعليمات التي يجب أن تحصل لتعليم الوحشية في المغرب وتندرج هذه الورشة في إطار المشروع الأوروبي لوجيك تومبوس الذي تعد جامعة محمد الخامس بريبات أحد شركائه وقد قام بتدارس إشكاليات المطروحة خلال هذه الورشة مجموعة من الجامعيين والخبراء وأرباب المقاولات وفاعل في حكمة سوق الشغل